لو إنسان تجاوز الميقات وما أحرم نايم ناسي جاهل أي سبب الأسباب أن تجاوز الميقات ولم يحرم ماذا عليه؟ يرجع يرجع إلى الميقات ويحرم أو يذهب إلى ميقات آخر المهم أن يحرم إلى الميقات لازم يرجع إذا قال ما أقدر أرجع أو ما ليخلق أرجع أو ما أبي أرجع طيب فهذا يحرم من مكانه وعليه دم لترك الواجب وهو الإحرام من الميقات لأنه أحرم بعد الميقات حجه صحيح لا يتأثر لكنه فعل أمرا محرما وهو أنه أحرم بعد الميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الموقع قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحجة والعمر فيحرم من الميقات